لنأتي إلى التربية العنيفة أثبتت دراسة في مجلة The Lancet إن ضرب الطفل يعزز لديه مشاعر سلبية مثل الكراهية والإذلال والحزن ويفهم الطفل عندما يتعرض للعقوبة الجسدية أن الضربة هو الأسلوب المثالي لحل المشكلات التي تعترضنا في حياتنا اليومية ويعتاد بالتالي السلوك العدواني ضد الآخرين ويشعر بالخوف المستمر جراء العقوبات الجسدية ويؤدي ذلك إلى تدني احترام الذات ونوبات من القلق عند التعامل مع الآخرين وضعف في ثقته بنفسه ويؤدي هذا الأسلوب كذلك حسب الدراسة إلى أن الطفل يشعر بعدم الأمان تجاه والديه ويصبح أكثر عزلة وأقل رغبة في الحديث عن تجاربه أو التعبير عن رأيه ويفقد ثقته بمن حوله بعد أن ترك فيه ندوبا في روحه لا تقل إلاما عن تلك التي أصاب بها جسده